اشتركوا في القناة 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 هذه حاجة ثانية والثلاث حاجة ثلاثة وشيها جمع لازم ديروها لازم اي سؤال يسألو لك احسب مقاومة ولا احسب تيار ولا احسب جهد ابدال ديمة قانون اوم قانون اوم اش يقول لك جهد بين طرفها ايناق ال اوم يوش يسير مقاومته في الجهد الذي في التيار الذي يجتازه صحيح اذا ساعدك قانون اوم رح تخلص من السؤال اذا ما ساعدكش قانون اوم رح تلقى احتمالات النقائص القانون اوم اذا طبقت قانون اوم يلقي الجهد مجهول في هذه الحالة ديرك ثمو يستعمل قانون العروض ويسيو ساتوري اذا عطاه لك وثائق صانع عوضها بقيمتها اذا ما عطاه لك شوثائق صانع واش تعتبرها زير ولا قادة تطبق قانون اوم تلقى تيار مجهول اذا لقيت تيار مجهول عندك احتمالين اذا كان عند مثلا تيار مجهول اي سي جيته مثلا في دارة الخروج تيار اي سي دي ما وش يساوي يساوي جهد الخروج ناقص في سي ساتوري على اير اكيفالو تعصارتي يعني تعال دارة هذه دارة الخروج صحيح ولا طبقت قانون اوم ويقيت باللي يخصك تيار اي بي مثلا جيت تحسب VRB VRB واش تساوي يجمع VRB تساوي E-B في اير بي وقيت مجهول E-B واش يساوي يساوي دي ما يساوي جهد الدخول ناقص V-B وجهد العتبة على المقام المكافأة على الدخول كما هنا مقام المكافأة عندنا واحدة في الدخول عندنا واحدة معانت على اير بي لو كان جاء وعننا ازج على تسلسل جذر وش يكون مقام المكافأة ومساعدك شذر القوانين في هذه الحالة يلجأ الى قانون التضخيم اذا تربط لدارة الخروج لدارة الدخول بعلاقة واشي هي يساوي يساوي بيطة معامل تضخيم في إبي ساتور جماعة ما شو هنشرحها بزي برسكواني ديرها في الفيديو حصة سابعة اللي ما ما تفرج حصة سابعة لازل تفرجها بالترصيل هكذا بو كون شو هنشرحه واشيب توتر فياركا تعال طرفي الوشعة سؤال الثانية واشيب توتر فياربي تعال مقاومة ايربي حسب جود التاحة وثالث حاجة واشيب تيار رمار عبر مقاومة ايربي نقدر نسميه إي بي ولا نقدر نسمي إي ايربي هكذا جماعة واش مطلب منكم اليوم يتفرجوا الفيديو في اليوتيوب وقف الفيديو وقف الفيديو وحاول في التمرين بعد ما تكمل المحاولة شوفها تصحيح من عند الأستاذ وصحح هالأخطاء متاع صحيتو بعد ما حاولتوا في التمرين هيا جماعة نناقشوا التمرين هيا نبدأ أول حاجة جماعة كين جماعة عندهم مشكل بالأقل كين جماعة عندهم مشكل في هذا المخطط كين شوفوا الدارة هذه يلقوا فيها الإشكالية لديهم إشكالية في هذا المخطط يقدروا هذه الدارة يجيبوا لها دارة مكافئة بسيطة ليؤذوكم وش هح نديركم نحول لكم دارة جديدة ونحلوا التمرين عادي بس همرة جيين ولو نخدموا بهذا المخطط أو حادثي متفاهمينا شوفها جماعة لو كان هذه الدارة نحولها إلى دارة مغلقة كيف تكون أول حاجة وش عندي عندي مصدر جهد VCC شوفها شندير ها مصدر جهد VCC نرسمو نرسمو على الشكل خط موجة بتاع واش خط موجة بتاع مصدر جهد هاكذا من بعدها تير وين يروح يروح للوشعة شوف وش نرسم على التساس مقاومة الوشعة وشعة هذي بصفة عامة من بعد وشعة وش يجي أجابة وش يجي أجابة يجي كوليكتور تاع المقحل ها ورا كوليكتور تاع المقحل شتودارك فيها بديت نحول فيها من بعدها الامتر تاع المقحل وين يروح يروح جيين هاكذا إذن اللي جي Stellen ها نقلبها نقلبها قطبة سالة شتودارك فيها ولاالدارة الخروج مقاومة الوحفاح Corps وبعدها جيين ومن بعدها نروح الدارة الدخول دارة الدخول وش كينا فيها كينا مقاومة الوحفاح لحماية المقحل وهذا المقاومة ميمدوها شاق�00 يميدوها بيت حقق التشبع من بعدها المقاومة الوحفاح جيه بعدها اللي هو مصدر الدخول في أونتري لازم يكون خمسة فوط أكبر من جهد العتابة. شوفوا الدارة كيف أولت وهنا نغلقوا الدارة. شفتوا هذه الدارة لكم تشوفوا فيها ليعطيتها كم التمرين هي نرسالي الدارة. صحيح. ذلك واش نحن نحل تمارين على هذه الدارة. وتمرين ثاني وثاني ثورة ما نخدمه على الدارة القديمة. بتفاهمينا. هيا نبدأ سؤال ولاجب. أول حاجة قال لك أحسب تواتر في ياركا. قبل ما نحسبه تواتر في ياركا نطبقوا الخطوات لها في رأس هي منظمة هذيك اللي يعطيتها. قبل ما رح قانون اوم. أول حاجة نشوفه. شوف ركتشوف بلول الأخضر هذا. نشوفه وشي يروح التنزيستور. ما عندها نكتب هنا ام بي. نكتبها. جماعة قادرة في الباكالور يعطيك بي ام بي. وانت تخدم على اس اس ام بي. لازم دي ما تكون مركز. إذن هذا وشي هو مقحل ام بي. بما أنه ام بي. إذن هذه اللي فيها ساهم وشي نصميها اميتور باعث. وهذا اللي قبلتها. جماعة. وهذا بเล من حاء يا. قاعدة. صحب. بما أنه فيان ام بي المكان سكوز يروح لقاعدة ولا يخرج من قاعدة? ياخوز من قاعدة. يروح للقاعدة طيار قاعدة اي بي. يمشي بهذا الشكل صحيح. وغاية. اذا ما قلنا. اول حاجة وش نديره نعينه لنوع المقحل ونعينه لأقطار. الثاني حاجة وش نعينه التيارة. بما انه ام بيان تيار اي بي يروح للطاعة. تفاهمين عليها. اي سي. اي سي. اي سي. اه بطل تحت. صحي. اي روح. صحي. ها وراء اي سي. اي سي. اي سي. جابر بعد ما خدمت التيارة وش ندير. استقطابية. نديرهم كامل ماذا بنا نديرهم كامل يا جماعة. بلك جينا اسئلة نلقوا ورصنا فيها. صح او لا لا. باش نبدو. استقطابية تعمقها. اول استقطابية وش هي هي في سي بما انه تيار هابط استقطابية وش هتكون طالع. وش نسميها في سي وهذه في سي عادتها تكون ساتوري بس كنتماري انت وانت تحكمه في الوشعة دي ما في حالة التشبه. استقطابية ثانية جابر وش هي استقطابية ثانية بما انه تيار اي بي يمشي هكذا تيار لازم الاستقطابية تكون عكس التيار. اذا سيكون في بي. هنا وش دارتها جابر اخدمت استقطابية تعطى نزيستها. كوش نديرو جماعة نخدمو استقطابية باقي العناصر الكتروني. هيا نبدو. عنا في سي سي مصدر الجهد. اخي قلتكم مصدر جهد. استقطابية تيار. معا مروس تيار تجير تيار. باقي العناصر الكهربائية تكون عكس التيار. صح. روحوا الوشعة بما انه تيار طالع. كيف يكون استقطابية تاحة? عكس التيار سيكون هابط. اذا هلو ش نسميها? وش بقاتنا? ايربي. بما انه تيار يمشي نحو اليمين. استقطابية ايربي. وش هتكون? رح تكون عكس التيار. رح تكون استطابية رحة? الياسة. صحي. اذا نظرك وش تطبق? طبقت خطوة ثانية. بعد ما طبقت خطوة الأولى وثانية. ذكروا الاسئلة. شتوا نزمة خدمة يعني تكونوا منظمة هكذا جمع. نحبكم هكذا. تكونوا ثابتين ورزان في الخدمة التعكم. صحي. رحوا سؤال وش قال لك? قال لك احسب فيارك. يا يقول لك احسب فيارك. يا يقول لك احسب ايربي. يا يقول لك احسب ايبي ديما باش تبدأ جابر نبدأ بقانون الام. سؤال لك قال لك وحسب تواطف فيارك. ورا فيارك. تعال وشيعة. اذا اصبق قانون الام. ايركافي يسوي. ايركافي يسوي. انا ضللتها بلولة اخضر. فيارك وش يسوي. جماعة كنا حاجة ما قلتها لكمش. بعد ما تكملوا. تشكلوا السمو الدارة. المعطيات لازم تجيبها لعندك بها الشكل. لازم تكتبهم كل في نفس الجيهة. صحيح. المعطيات ثم المعطيات. ولي عنده مشكلة في التحويلات. اللي عنده مشكلة في التحويلات. كي يعطي لك قيمة مثلا كيلو اوم. حولها في المعطيات. حولها مباشرة في المعطيات. فما طرح تكتب عمليات كبارة في الاحاسب. هل تفاهمينها? ايضا سؤال لوقع لك احسب تواطف فيارك اللي كم تشوف فيها مضللة باللون الأخضر. ايضا في اركا. ماذا يساوي؟ يساوي مقاومة هذا الناق الأومي. اللي هي مقاومة الوشعة سأطها لأركا. في التيار الذي يشتازه. وش هو التيار الذي يشتازها؟ تقدر تقول اي سي. اراك صحيح؟ ولا تقدر. وش مسميه تيار اي. اركا. كما تحبوا. من من أفضل الشو يكتبوا احنا? نكتبوا تيار اي سي. ها كده. ايضا في اركا. وش يساوي مقاومة الوشعة الداخلي اركا. فالطيئ اللذي اجتزو ايس. صاحي. تم بعد نشوفوا اسكوا عندنا هذا معالم ولا مجايد. اركا عطاهنا ولا معطاهناش? اركا. كنت اعطاهنا جابر? كنت اعطاهنا? جماع عطاهنا 90 اومبر وحدة الدولية. ايسي عطاهنا ولا معطاهناش? عطاهنا. مية عطاهنا مية ميلي اومبر. في ذلك الحالة اي حاجة ما تكونش بوحدة دولية. لازم نحولوه وحدة دولية. إذن ميلي أمبر كيف يساوي أمبر؟ يساوي 1 في 10 قوة ناقص ثلاثة إذن بما أن VRK معلوم وإيسي معلوم نقدر نحسب مباشرة إذن VRK جمعه وشي يساوي؟ يساوي ARK اللي هي 90 أمبر وحدة دولية في تيار 100 ميلي أمبر نحوله إلى وحدة دولية يعني 100 في 10 قوة ناقص ثلاثة كنو ضربوا 110 قوة ناقص ثلاثة وشنا نقومها جمعه؟ لقومها صيفة فاصل 1 أمبر ومبعدها نحسبو VRK وشي يساوي؟ يساوي 9 فول هكذا جابرك تسمع فيها نكمل نكمل هيا جابر نورمال موخرش رحوا السؤال الثاني يا جماعة سؤال الثاني هنا وش كتبت كل ما نلقى قيمة نكتبها في الجهة اليسرى إذن VRK جدها 9 فول انتموش مطلوب منكم كنت تلقى نجيجة حاول ديرها في إطار بهم بعد تلقاها بسرعة بعينك هكذا رحوا السؤال الثاني وش قال لك مجمعه سؤال الثاني؟ قال لك احسب التوتر VRB احسب التوتر VRB وراء التوتر VRB هو الجهد بين الطرفين مقاومة VRB هكذا إذن أول حاجة باش نبدأ نبدأ بقانون أوم إذن VRB وش يساوي بقانون أوم؟ يساوي مقاومة ناقل أومي هي AirB في التيار الذي يجتزها شوفوا التيار الذي يجتزها وشي هو؟ هو تيار AirB إذن وش تساوي VRB؟ تساوي AirB في AirB هكذا بعدها نشوف AirB يعطيها لي ولا معطيها ليش AirB AirB يعطيها لي 4.6 كيلو أوم معلومة تيار إي بي ما أعطيها ليش أجمعه وش قلتكم أجمعه؟ تخدم قانون أوم وما يساعدش قانون أوم وتلقى جهد مجهول تخمم في واش مباشرة تخمم في قانون العروات معانتها VRB يجيبها بقانون العروات والله شخص واحد أخر قادر يحسب AirB وإي بي يجيبها عن طريق إي بي وش تساوي ناقص VBO على المقام والمكافرة أنا وش قلتكم لو كان ما يساعد نش قانون أوم ونجد جهد مجهول وش نستخدم قانون العروات راح نحسب VRB قانون العروات إذن VRB مجهول نستخدم قانون العروات إذن VRB موجودة في دارة الدخول العروات جمعها من مستحسن من مستحسن العروات نديرها عكس المجهول أنا VRB أخي والمجهول نديرها العكس إتجاه نديرها عكسها بجيني خدمة سهلة في النقد بجيني ننقل VRB ننقلها طرف ثاني ننقلها غير هي هكذا متفاهمين إذن بنخرج VRB نتابعه العروة وش يقول نقل العروة تجمع يقول نمجموعة الجهود في دارة مغلقة وش يساوي السيفة الإستقاطابية اللي تمشي مع العروة تكون مقدارها موجب اللي تكون عكس إتجاه العروة تكون مقدارها سالب إذن نبدأ VONTER يمشي مع العروة وش معناته مقدار تعموجب زيدو عكس إتجاه العروة معتها ناقص VRB هي المجموعة اللي نحوص عليها نزيدو نشوف وجود العتابة عكس إتجاه العروة إذا ناقص VBU يساوي سيفة شفتوا أنا وشاني نحوص على VRB شوفوا VRB مقدار تحسين لقد ننقلها الطرف الثاني خير راح نحوص عليها وش تولي تساوي VRB من ناقص تنقلها الطرف الثاني تولي موجبة إذن VRB وش تولي يساوي ولي يساوي VONTER ناقص VBU شتوا النقل تاعي ولا بسيط خير ما ننقلها بزيد ننقلها الطرف الثاني ناقص والأخرى نضربهم في ناقص إذن VRB يجمع وش تساوي VONTERI ناقص VBU هذا وقانون العروة إذن VRB قد أعطاهنا شوفوا معايا VRB شي يساوي VRB VRB قد أعطاهنا جمع أعطاهنا خمسة فوت معناتها خمسة ناقص VBU جود العتابة قد أعطاهنا في الوثائق صاني أعطاه لي صفة فاصل ربعة إذن خمسة ناقص صفة فاصل ربعة إذن VRB يساوي يساوي ربعة فاصل ستة فوت هذا بنسبة السؤال الثاني شتوا دي ما نخدم قانون عم وبعدها نشوفوا ما جاهلين يلقون إذا لقيت جهن مجهول نحسبوا بقانون العروة إذا لقيت تيار مجهول نحسبوا بطريقة اللي قلتكم عليها هذا بنسبة الجماعة بنسبة السؤال الثاني رحوا رحوا السؤال رقم ثلاثة سؤال رقم ثلاثة وشكالنا فيه سؤال رقم ثلاثة جماعة شوفوا معي VRB قدلقينها ربعة فاصل تفوت كان شخص واحد أخر يقول يا أستاذ نحسب تيار إذن VRB وش يساوي يساوي و تيار إي بي هذا كيف يحسبوا عنده قانون ثابت وش يساوي يساوي في أونتر ناقص في بي بهذا الشكل في أونتر ناقص في بي وعلى مقاومة المكافأة تعد دخول كيف عندي مقاومة هنا في الدخول عندي VRB وإذا تطبيق عددي يلقى نفس النتيجة وانتم خيروا لتعجبكم صحيح هذا بنسبة بنسبة سؤال رقم ثنين صحيح رحوا سؤال رقم ثلاثة سؤال رقم ثلاثة وش قالكم قال لك أحسب تيار إي بي بنفس الطريقة سواء يقول يحسب تيار ولا الجهد ولا مقاومة دي ما باش نبدأ نبدأ بقانون وراء تيار إي بي ها وراء تيار إي بي بنون الأخضر يمر عبر مقاومة إي بي معنى تطبق القانون على مقاومة إي بي إذن الجهد بين الطرفين مقاومة إي بي يجمع وش يساوي VRB وش يساوي يساوي مقاومة هذا الناق اللي هي إي بي فالتيار الذي يمر نحسبه من الأول على هذي طبق قانون على إي بي بس كوهو هنا سؤال فالتيار فاهمينا يعني فرض عليك لازم طبق قانون على إي بي في السؤال رقم 2 إذن تيار إي بي وش يساوي VRB على VRB VRB يجمع حسبنا ولا ما حسبنا هاش VRB نورمال محسبناها VRB يجب 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 نفس الثاني يجب 4.6 نعوضها 4.6 على على وش على VRB VRB يجب أطهالي أطهالي 4.6 كيلو أوم أطهالي مضاعف الأوم 1 كيلو أوم يجب يساوي أوم يساوي 10 قوة ثلاثة إذن 4.6 في 10 قوة ثلاثة كنا ضربه نقف 4600 أوم إذن يجب يساوي 4.6 على على وش على رب اللي هي 4.6 في 1000 والله في 10 قوة ثلاثة وتساوي 4600 وكيد نحسب النتيجة 4.6 4.6 نقف 0 1 أوم هذا هو بالنسبة تمرين رقم واحد تمرين بسيط لا يوجد إشكالية لا تتكلم هذا تمرين بها النفسية تكون ملاحة في الناس الوقت تكتسب القوانين وتعرف التعامل مع الأسئلة المقهر جمع اللي عنده سؤال يتفضل بروح تمرين اثنين مهدي جابر تفضل جابر أصبر جابر وراه جابر هو اللي كان يخدم معنا جابر جابر اكليك على اليد ارفع يدك بحن نلقى كله ليه اوكي هنأعطت لك دومون تفضل اكليك اوكي تفضل جابر سكرت معي كاستاذ ومنسيت تم افتحت ما عليش عادي اوكي شوفها جابر صايا مكاش اسئلة هنا في المنسب التمرين لو مكان اروح التمرين الثانية جماعة بحن نمش يوم ومجيش حصة طويلة بزيح فاهمينا جابر كش مكان الناس مش سألو فيها مك 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 برطيق على تبي استاذ مقدرش نفتح المايك ما تقدرش تفتح المايك حتى تبع اوتوريزاصي جابر اذا كنت صايا خلاص كمال اللي هو صايا دوزيام شكون يرفع يدو اللي قلت لهم مقبل اللي حضروا لولين جابر مبروك 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 مهوش شكون اللي قلت لهم استمر الثاني ايا اجماعة ايا شكون اللي قلت لهم صبر شكون مش في هيا جماعة اللي حبي يشارك يرفع يدو هيا كين غير مهدي مبروك زيت زيت شكين محمد بوقراء هيبا نورمام هذو كل شارك حص الماضية هيا جماعة لازم نحيو الحش مع هيا اللي حبي يشارك يرفع يدو ادم هيا ادم ادم انا اعطيت لك اوتوريزاصي صاي ادم دير اوكي ادم صاح ادم ايو جماعة كمنا كمنا تمان بسيط ما في حتى اشكالية روحوا تمارين رقم اثنين هيا روحوا تمارين رقم اثنين اعطنا الدارة هذي كما دارة لولا كما كم تلاحظوا جماعة مازلنا جماعة مازلنا في تمارين تمارين الوسائي كمنا ايها تمارين اثنين شما يجمع في تمارين اثنين واش قال لكم قل احسب شدة تيار اي اركا هو نفس تيار اي سي والسؤال الثاني ادم احسب المقاومة اير بي اللي هي هذ هكذا اعطالك مو عضاية اير كاو بي 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 و ساتور هنا فرض عليك بي ساتور ما تعتبر زير باسكو اعطالك بي ساوي 0.3 فرض وسؤال اخر جيم قال لك هل يوجد خطأ في هذا التركيب هل يوجد فيه خطأ ام لا متفاهمين جماعة بنفس الطريقة وقف الفيديو وحاول في التمرين تكمل محاولة عاود تشغل الفيديو وصحح الاخطاء انتعك وبإذن الله الحل يكون صحيح بعد ما شغلت الفيديو هل رح تشوف الإجابة النموذجية هيا جماعة ادركوا التمرين هذا منحاول اش دارة مغلقة كما قبل نحن نحل بهذا شكل ادم سؤال وليش قال ادم قال احسب شدة التيار ايار كام ادم وش خطوة لازم ينذير ها بنحل التمرين خطوة لازم تبقى ثابتة اول حاجوش لازم نذير ادم قبل قبل هذه ما قلت قانون العروة اول حاجوش رح نشوف نوع طرز سكو سهم خارج ولا الداخل سهم هذا خارج من القاعدة ولا راح القاعدة خارج من القاعدة اذا كيعد سهم دي مخارج هذا المقحل وش يسميه انفيا صحيح ادم بعد ما عرفت بالمقحل انفيا ثاني حاجوش نسميه سميه الاقطاب ويني كين سهم دي ما هو الاميتور ها هنا سهم اميتور واللي مقابل الفوق هو الكوليكتور اللي هو الجامع والقاعدة هذه نسميها بي صحيح هذا اول خطوة نديرها في المقحل خطوة ثانية ادم نعين انتجاه التيار المقحل بما انه مقحل امبيان امبيان تحاول تفرج الفيديو السابق اوكي اذا تيار ايبي بما انه مقحل امبيان تيار ايبي وان يروح للقاعدة وتيار الجامع يروح للأي سي يكون تيار بهذا الشكل ايار كا والله نفسه اي سي اكتشوف الاتجاه تعقى يمشي تيار يمشي بهذا الشكل هذا ادم ضركوش ذرث عين التيارات دقوش نعين استقطابية تاع الجهود للعناصر كام استقطابية الأولى وش هي مدام أنه تيار هابط استقطابية تاع في سيو شح تكون طالعة سميها في سيو ساتوريو تقدر سميها في سيو أوكي والاستقطابية الثانية تاع المقحل هي جهد الاعتباء عكس التيار إي بي بما أنه تيار يمشي دروات هي وكه تكون رايحة القرش بهذا شكل نسميها في بيو بعد ما كملت استقطابيات تاع الترنزيستور كيف نعينه استقطابيات باقي العناصر الكهربائية نستطابية مقاومة أيربي بما أنه تيار يمشي دروات Іستقطابية أيربي تكون عكس التيار تروح اللاقوش هكذا أدم którejنا أدم هنا في الاستقطابية بقائنا الوشيعة 것으로 علىbefore والفي سي سي المصدر الجهو التيار استقطابية التيار ديما تمشي مع التيار وآخر حاجة استقطابية الوشيعة مقاومة داخل الوشيعة راح تكون عكس التيار بما أنه تيار هابط وش هتكون الجهد الاستقطابية الجهدة ستكون عكس التيار سميها VR بعد ما كملت الرسمة هذه نبدأه في الخدمات يعني واش لازم ندير بعدها نجيب معطاية لازم معطاية كاملة نديرها قدام عيني هكذا بعد ما كملت معطاية نبدأه في سؤال اول سؤال مش قال لك احسب شدة التيار هذا التيار من يمره جمعه يمر على براsrk معنته نقدر Nutقا القانون عم بين طرفي الوشية هكذا مقاومة داخلية للوشية اذا وش لي هو القانون عم ه cuál ر كا ماذا يساوي جمعه مقاومة whole the rek ماذا يساوي يساوي مقاومة داخلية للوشية الكا فالتيار الذي يجاجع هالي هو اي اركا ولا نقدر كذلك ما نسميه اي سي tanto تقد post Verk. حerto ايي ايركا تقدر تخدم في اي. من بعدها بعد ما طبق القانون عوم نحسوله على المجهول المجهولة الشيح هي اي ايركا فخرجه القانون اي ايركا. اذا ايركا بهاذ يحوط في طرف ثانية. ايها يحوط في ايركا فcias cualي في ايركا.'! قلي على ايركا. نبدأ ن�가ح هذا تشطيع الsey ايركا معلومة او مجهولة . ايركا معلومة نحسبها. ليس لن يوضعها في ايركا اطعها ولا لن اطعها ليش. về ايركة هنا. قيمتها ما اعطاها ليش. مدام لديت في اركا جماعة مجهول. وشي جي في راسي. قلتكم كنت ابدأ بقانون الام تلقى جهد مجهول دي ما خمى قانون العروة. بعد ذلك في اركا هذا جاي اسكوا في العروة الخروج والله عروة الدخول. في اركا وين جاي في الخروج. مع انتها نديرو عروة الخروج. شوفوا شاح ندير. عطيتكم العروة هاي وراي الدور. لكن شوفوا العروة هذي جماعة. العروة دي ما نديرها من مستحسن ديرها عكس المجهول بجني خدمة سهلة. اذا اذا العروة هذي قد فيها جهد اول بتاع المصدر الجهد. وفي اركا وفي سي وصاتوري. اذا قانون العروة تمجموعة الجهود بالدارة مغلقة وشي ساوي السهل. هاي نبدو. في سي سي. نمشي مع العروة شوفوا. هابطوا العروة هالدور. عكس عقارب ساعة. مع انتها في سي سي ستكون موجبة. في اركا جماعة. شوف في اركا. عكس دوران العروة. وشي هي يكون مقدارها سالب. ناقص في اركا. وفي سي ستكون عكس دوران العروة. وش مع انتها مقدارها سالب. هادو كامل يساوي السفر. انا وش راح نحوس. نحوس على في اركا المجهول. اذا في اركا كنا نقل الطرف الثاني. وشي وليساوي. في اركا من سالب وليموجب. وهاذي سي سي ناقص في سي وتبقى كما رحي. اذا في اركا جمعوش يساوي. يساوي يساوي ناقص في سيو ساتوري ومبعدها نحسبو في ياركا ماذا يساوي بعدها نعوضوها في في ياركا ولا تقدرو تحسبوها هنا مباشرة كي تقلي قيمتها عوضها في القانون هذا اذا اياركا اجمع وش يساوي خي عندي في ياركا وش يلقينا في ياركا تساوي في سي سي ناقص في سيو ساتوري هاي وراحي البسط في سي سي معلومة وفي سي ساتوري معلومة الكل على واش على اير اوم بعدها وش نديرو تطبيق عددي بي سي سي اجمع قد اعطاها لي اعطاها لي تسعة فولت في سي و ساتوري قد اعطاها لي اعطاها لي كما بلو الوردي هذا اعطاها لي سيف فاصل ثلاثة فولت على ايركا ايركا قد امدها لي اجمعها هاكم تشوفوا قد اعطاها لي اعطاها لي مية اوم اذا تسعة ناقص في فاصل ثلاثة على مية اعطوا لي نتيجة اذا مش تساوي ايركا تساوي سيفة فاصل سيفة سبعة وثمانين اومبر هذا بالنسبة السؤال هو شفته خدمنا بقانون قوم يجي الجهد مجهول مدام يجي الجهد مجهول وشجي في راسك دي ما قانون العروة أبحث عن الجهد كتلقى قيمتها وعوضوا في القانون إياركا وتلقى التيار بكل بسط هكذا آدم تفضل آدم آدم أنا أبعث لك دومون هايوة آدم كينا أسئلة هنا يا لا ما زلت كوب بالميكريفون تاعك آدم حتى نقول لك آآ يوا جماعة روح السؤال اللي بعدو سؤال اللي بعدو وشي هو ليت إياركا سيفا سبعة ثمانين روح السؤال اللي بعدو وش قلنا سؤال اللي بعدو قال لك أحسب شد التيار إياركا هذا صايح حسبناه كيجماعة كينا ملاحظة ملاحظة مهمة يحسب التيار بهذه الطريقة كيقول لك بحسب التيار ومكش حاب طرح قانون أو متحاب تجيب العلاقة تعموا باشارتا إذن تيار وش يساوي EC هو تيار الخروج وش قلتكم تيار خروج ديما وش يساوي ديما يساوي مصدر الخروج اللي يغضيهم اللي هو جهد الكلي ناقص جهد المقحة المعارض وش هو الجهد المقحة المعارض بنسبة دارة الخروج وش كلي عارض هنا هو ساتوري إذن هنه وش الهبسط وش يساوي يساوي الجهد الخروج budgeting ناقص جهد المعارض اللي هو ساتوري في الخروج مقاومة المكافئة تعوش تعال خروج إذن Business essарт حسبناها مو considersتك احسبها بطريقة هذه إذن Tu وش يساوي؟ يساوي VCC ناقص VCU ساتوري الكل على مقاومة المكافأة على الخروج. كيف كانت مقاومة في الخروج؟ كانت واحدة إذن على AK. هكذا. واحدة. اهلا جماعة. واي بي لو كان يطلب منك تيار اي بي بنفس الطريقة تيار اي بي. وش يساوي؟ يساوي الجهد اللي يغذيهم مصدر جهد تاعد دخول اللي هو في اونتري ناقص جهد المعارض اللي هو في بي يو تاعد جهد العتابة. الكل على مقاومة المكافأة تاعد الدخول. كيف كانت مقاومة مكافأة الدخول؟ كان واحدة. ما معنى على أربي. وربي سهل عليكم. بعدك يتحلو تمانين زوج ثلاثة عربعة خمسة تولو تخدم واحد طريقة ما شاء الله. وطريقة سريعة وتقدو تحل تمانين باربعة طرق حتى ممكن خمس طرق. هكذا. هذا بنسبة سؤال رقم ثنين. رحو سؤال سؤال رقم واحد. رحو السؤال با. وش قال لك أحسب المقاومة أربي. آدم. كي قال لي أحسب مقاومة أربي وراء أربي. هذه هي. باش نبدأ آدم. أول قانون تبقى في رأس. واشي هو. واشي هو آدم. اللي هو قانون الأوم. خيارك ذا. القانون الأوم. واش يقول لي. الجود بين الطرف المقاومة واش يساوي. وش يساوي. يساوي مقاومته الداخلية. وش هي مقاومة الداخلية تاحها. أربي. فالتيار الذي يجتازه هذا. تيار اي بي. تيار القاعدة. إذا نكتبه هنا يا. في اربي. وش يساوي. اربي في اي بي. إذا اربي. دخلنا هي. راح نحوس عليها. خيارك ذا. إذا اربي. وش تساوي يا آدم اربي. 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 ش يساوي. كنا نقلو اي بي طرف ثاني. وش يساوي. اربي على. في اربي على اي بي. صحي. نبدأ ونسألو. آدم في اربي اعطاه لي ولا ما تزاها ليش. في المعطيات. في المعطيات. مع انت اديروا لها علماء استفهام كيف نجيبو في اربي نجيبوه مقانون العروة تع على عروة الدخل هذه. صحيح. سهلا. زيدا. اي بي اعطاء لي ولم اعطى ليش. اي بي. ما اعطاء لي. ما اعطاء ليش مع انتها نجيبوها بقانون اي بي وش يساوي. فيه على اركا. هو يحوز على اربي. هو يحوز على اربي. المعنى القانون هذا ما يساعدني. ما عندها في هذه الحالة نستخدم آخر احتمال خامس. هو قانون التضخيم. ها نبدأ VRB. نحسبه VRB و بعدها نحسبه AB. ها يجمع نديروا نقاط واحد. الهدف تعالي هنحسب VRB. و بعدها نحسب AB. و بعدها نعوضهم في هذا. إذا وش نديروا عروة واحد. قانون العروة تشيكون لمجموعة الجهود في دارة مغلقة يساوي السفر. ها نبدأ. إذا في اون تري. تيمشي مع العروة. تشوف. تيمشي مع العروة. موجبة. VRB. عكس العروة. وش هتكون سلبة. وVBU عكس العروة. وش هتكون سلبة. أنا الهدف تعالي ش هتحوص نحوص على VRB. VRB كنا ننقل هالطرف الثاني وش تولي. تولي موجبة. إذن VRB وش تساوي? تساوي VONTRI ناقص VBU. ها كذا? VRB نقاط الثامنين. إذن VRB وش يساوي? VONTRI قطعها لي. VONTRI. قطعها لي خمسة بولت. ناقص. VBU قطعها في وثائق السانية. شو قطعها هنا. أعطيها نصف فاصل سبعة. إذن VRB يساوي دم في هذه الحالة. ربعة فاصل ثلاثة فولت. لقيت البسط ولا ما لقيتش البسط? لقيتو. ماذا ما زال يخصني؟ المقام. المقام مش قلتكم كي تلقوا مجهول خدموا هذا القانون. هذا القانون. هل تشوف القانون شي يقول لك القانون التيار الداخلي دارة الدخول الكلي وش يساوي إي بي. يساوي VONTRI ناقص VBU على إير بي. سؤال ما تروحها آدم. إير بي عندي ولا ما عنديش. أنا نحوص على إير بي. صح ولا لا لا. وهذا القانون في إير بي. أسفل هذا القانون يساعدني أو ما يساعدنيش. ساعدني أو ما يساعدنيش. ما يساعدنيش بس كو إير بي مجهول. وش ما ينذير شوف وش دارة الدخول الكيس. دارة الدخول الكيس. وهبط. وقلت هذا القانون ما يساعدني. ما بعدها وش يحيصر على لازم نطبق الاحتمال لقم خامس من طريقة تعامل مع المقهن. وش يقول لك لو كان تلقى التيار مجهول مجهول مش قلش تلقاه. أخدم قانون التضخيم. قانون التضخيم مش يقول يا آدم. إي سي وش يساوي بي طا في إي بي. هكذا. عندي إير كا هو نفسه إي سي. في إير كا هو نفسه إي سي. صح ولا لا لا. هكذا. إذا. وإي سي وش يساوي بقانون تضخيم يساوي بيطة في إي بي واش إي بي ساتوريا. أجماعة من أفضل تكتبوها إي بي ساتوريا خير. بس كل تضخيم وتشبع يتشتركوا في مرحلة واحدة هي إي سي يساوي بيطة في إي بي ساتور. اللي يكتبها إي بي صحيحة ما يتأكل بالي راقماتيك لازم تكون إي بي ساتوريا. سؤال ما تروح إي سي عندي ولا ما عندي إيش. حسبتها. قد أجيتها إي أركاه نفس الإي سي قيتها كدة سيفر فاصل. سيفر سبعة ثمانين أمبه. هكذا. وبيطة عندي ولا ما عندي إيش بيطة بيطة عندي. بيطة عندي. نحن نحسب 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 أو ما نقدر. نحسب إي بي أو ما نقدر. إي بي وش يساوي في هذه الحالة بما أنه إي سي يساوي بيطة في إي بي. إذن إي بي يساوي EC على بيتها. و EC قد قيتها بوحدة الدولية 0.87 عوض هاني عوضتها 0.87 على بيتها قد أعطها لي 100. هاني قيتها. 0.87 على مية قد يساوي يساوي 0.87 الأمبر. واللي يحب يكتبها بعشرة قوة ناقص ربي سهل علي. واش درنا آدم؟ لقيت الجهد هاني درته في إطار أزرق. ولقيت الطيار اللي درته في إطار أزرق. هذو قيمتي ريش نديلهم آدم. فاش نعوضهم. فاش نعوضهم. فاش نعوضهم. هذا سؤال صعيب. هذي الأصعب أسئلة في الترنزيستور. كل شي حاوستاني. إذن ذي اربي لقيتها 4.3. وطيار اي بي لقيته 6.3.8. اذا كنعوضها في اير بي. إذا كنعوضوها شاهدوا ميش نجاوها. بتعوض قيمة ذي اربي و اي بي في واحد نجد. إذن اربي وش يساوي. في اير بي لقيتها ربعة فاصل ثلاثة فولت. وإي بي كده لقيتها سيف فاصل ثلاث أصفل ثبعة وثمانين. بعدها اعطي لي نتيجة. اير بي كده يساوي. يساوي ربعة الاف وتسعمية واثنين وربعين فاصل خمسة أمبير. وهو حل السؤال. بكل بساطة. شفتها. كيعد واحد منظم في راسه ودير ملخصه على بدو الطرق يمشي. مهما كان سؤال صعيب. لكم يجيبوا له تمارين تعال الجامعة. التمارين اللي طالب الجامعين يدو فيهم واحد وزير وزير ونص. يقدر يحلو بكل بساطة. يعني مشكلة مشي. مشي أستاذ صعيب وصعب الأسئلة. مشكلة أنه طالب مش منظم المعلمات. هكذا. على هدف قدكم تفرجوا في فيديو رقم سبعة خاصة جزء الاخر. هذا من نسبة تماري اثني. مزال عنا سؤال آخر. اذا اير بي قيت قيمة تعه. رحوا سؤالي بعده آدم. آدم مش قالك سؤالي بعده. شوه معي. قالك هل يوجد خطأ في هذا التركيب? ولا آدم. وشي والخطأ? لو كانت مد لها جهد كهربائي. وشي حيصر لها? رح تولد حق الميغناطيسي. في ناس الوقت حق الميغناطيسي. رح تولد قوة كهربائية متحرضة. وشي حتمد لك? حتمد لك جهد جديد. صح ولا لا? بما أنه عندك الجهد VCC. والجهد تع المقاومة. الميق حالوش قادر يصر له. قادر يتلف. بس كو عنده واحد الجهد الأعظمي. تعوثي اقتصاني. لازم بيتجاوز له. ركام معايا. لو كان الوشيعة تمد لك الجهد مقحل وشي حيصر له? يتلف. بايحلوا المشكلة هذا وشي جابو? جابو ديود في الاستقطاب العكسي موصول على التوازي مع الوشيعة. إذا هنا هل يوجد خطأ? نعم. يوجد خطأ في هذا التركيب. وشي والخطأ? عدم وجود ثنائيات عجلة حرة التي تحمل مقحل. من تحمل مقحل. من تيارات تحريضية ناتجة عن الوشيعة. هذا هو الخطأ. إذا نكتبو جيم. يوجد يوجد خلل. وشي هو مكانش ثنائي ضوئية. يجيب إضافة ثنائية الديود على التوازي. هاي ورا. تشوف على التوازي. أوكي. مع الوشيعة بشرب تكون في الاستقطاب العكسي. آدم عندنا دعنا في استقطاب العكسي. لما دعنا استقطاب المباشر. على. نقول لها. آدم. آدم نضخن جوبك آدم. آدم لو كان ندره في الاستقطاب المباشر. شوف معي. تيار هذا يجي من في سي سي. يمشي 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 يمشي. كي وصل نقطة هذي. وش يلقى يلقى وشيعة ويلقى ديول في الاستقطاب المباشر. تيار وشي يختار خيالة. يختار طريق السهل. آدم. نسألك سؤال آدم. جاوبني عليه. الماء 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 الماء. الماء يمشي يمشي في الواد. من بعدها يلقى طريقين. يلقى الواد ويلقى الجبل. لنوش يختار في هذه الحالة. وش يختار. يختار الهطة الواد. التيار كهربائي ثاني كيفي. في تيار كهربائي لو كان يمشي يلقى طريقين يلقى سلكين. سلك فيه مقاومات وسلك فيه سلك. ما فيش مقاومة والله فيه ديول في استقطاب المباشر. وش يولي تيار شوكا يمشي بهذا الشكل. كي يلقى ديول في الاستقطاب المباشر. مش كما هذا. وش يولي يمشي ديوت ووشعة تتقصر. يقولي نظام حتى ضوء. على هذي ديوت وش ما يدره على استقطاب المباشر ويدره استقطاب العكس. صحيح. من بعدها على هذي ديوت سماهه العجلة الحراء. على سماهه العجلة الحراء لانه تيارة تحريضة اللي يتمدل الوشعة يمشي بهذا الشكل كي وصل نقطة هذي يقل مقحل ويقل طريق سهل. وش يتبع هذا تيار يروح الديوت ويدور على شكل عجلة وينفذ على شكل حرارة بمفعول الجول. على هذي ديوت سماه العجلة الحراء بنسبة دواران تيار الكهرب. صحيح. اذا ويتل يا مقحل وما ربط مع الوشعة لازمنا نزيدو ديوت في استقطاب عكسي يوازي يوازي الوشعة. متفاهمين عليها. صحيح. هذا بنسبة تمارين اثنين. جماعة شكني عندهم اسئلة. اشتركوا في القناة